هنا عرفنا أن المتشابهات لا تزاع أمام العامة وأن المناظرة لا تجوز بين عالم وغير عالم وأن الأحاديث التي ظاهرها يؤيد البدعة فظاهرها غير مراد ومع ذلك لا يجوز قراءتها أمام العامة وأن الأحاديث التي تساعد الظلمة على ظلمهم لا يجوز قراءتها لهم وأن الأحاديث التي تساعد على الثورة وتساعد على قيام الفتن بين المسلمين وخروج البغاء على السلطان وأمر المسلمين جميع ومستقر هذه الأحاديث صحيحة ولكن لا تقرأ أمام العامة هذه قواعد السلب ولهذه الأدلة نرى من الضروري أن يبتعد العالم من الدخول في الجدل العقيم مع هؤلاء المتدعة الذين تتجارى بهم الأهواء إلى غير نهاية وليس لهم هدف سوى هدن الإسلام وإضلال العوام وليس لهم سلف هذا إلا أرباب الأهواء نسأل الله الهداية ونعوذ بالله من مهاول الهلاك والغواية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر